يستدعى القندوسي اللي هو يلعب ووافق على أنه نبيل نغيز يكون متواجد معه بنسبة كبيرة أنه ياسين عدلي رح يكون متواجد في القائمة الموسعة للمضيف لأنه إنسان ويد فاميليا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قول ما بدأ وما تنسى وشعركم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسى وشعركم اقتراحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل حب والاحترام للجميع والآن باش نتكلموا على المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش والمساعدة تاو شكولي رح يكون مساعد لفلاديمير بيتكوفيتش أكيد فلاديمير بيتكوفيتش عنده الطاقم الخاص به الطاقم الفني المحضر البدني عنده كل هاد الأمور وعنده كل الأعضاء تاوه اللي باش يعملوا معاه ويخدموا معاه في المنتخب الجزائري يتمنى لهم كل التوفيق على كل حال ولكن الاتحادية الجزائرية شرطة أنه لازم يكون مع فلاديمير بيتكوفيتش مساعد جزائري يكون حاضر باش يسهل التواصل بين فلاديمير بيتكوفيتش واللاعبين ويكون يعرف خبايا كرة القدم الجزائرية المحلية وحتى العالمية باش يقدر يتواصل مع كل اللاعبين شكون هو هذا المساعد اللي اقترحوا اسمه واللي هو شبه رسمي صراحة شبه رسمي اللي هو نبيل نغيز باش يكون هو المساعد مع فلاديمير بيتكوفيتش وفلاديمير بيتكوفيتش مبدائيا وافق على أنه نبيل نغيز يكون متواجد معاه في الطاقم لأنه كتشوف سيفي بتاع نبيل نغيز ما شاء الله له صاحب خبرة كبيرة جدا مسيرته رائعة وجيدة جدا إلا للأسف هنا في الجزائر حربوه بزاف هذا الرجل لأنه نضيف لأنه إنسان ويد فاميليا إنسان موجة عرشوة إنسان موجة عخلات والأسف في الجزائر اللي ما يمشيش معهم في الفساد عمرو ما يكون صاحبهم وما يخليه واشي نجاح مثل اللي صراحة اللي بن شيخ بن شيخ شفناه نجاح مع اتحاد العاصمة جاب لهم اتنين ألقاب طردوه من اتحاد العاصمة علاش ما هو السبب الله أعلم الناجح في هذا الجزائر ما يحبوش ويحاربوه كما اللي دارو للعديد من الناس للأسف الشديد في شتى المجالات نابل نغيز إنسان متربي إنسان عنده خبرة وطنية إفريقية وعربية في التدريب إنسان متربي ولد فاميليا ويتقن اللغات ويتكلم اللغة العربية والفرنسية وحتى الإنجليزية وهذا أمر جيد جدا ورائع بش يكون الربطة الوصل بين اللاعبين وفلاديمير بيتكوفيتش وهذا أمر جيد جدا نتمنى له كل التوفيق أنا صراحة مرتاح بتوجدنا بالنغيز في الطاقم الفني مع فلاديمير بيتكوفيتش لأنه نشوفه الأفضل والأحسن لأنه للأسف اقترحوا بعض الأسماوات والأسماوات الأخرى أنا شفتها صراحة لا تستحق التوجد لأنه تاريخهم أسود في الكرة الجزائرية ولكن حبوا يحطوهم بطريقة أو بأخرى ولكن الحمد لله الخيار رح يكون هو نبيل نغيز وإنتم كمشاهدين ما تنسوش تعطونا رأيكم في نبيل نغيز ما رأيكم فيه هل هو جيد أو ليس جيد وإش تعرفوا على نبيل نغيز رأيكم مهم جدا في التعليق أنا نشوفه رجل جيد وإنسان جيد وإنسان صاحب ميدان يعرف كرة القدم عنده خبرة كبيرة ورح ينجح إن شاء الله نتمناوله كل التوفيق وأيضا باش تتكلموا على اللاعبين اللي راح يستدعهم فلاديمير بيتكوفيتش كما تكلم في الندوة الصحفية وقال أني درت القائمة الموسعة وشفت القائمة الموسعة أنه أكيد فلاديمير بيتكوفيتش راح يبني القائمة الموسعة التاعه على القائمة اللي كان ديرها جمال بالماضي ممكن ندير عليها بعض التعديلات والتغييرات اللي هي قائمة موسعة يكونوا فيها العديد من اللاعبين ولكن القائمة المصغرة اللي راح يكونوا فيها 23 أو 24 لعب باش يحضروا المبارتين الوديتين اللي راح نلعبوهم قريبا إن شاء الله في شهر مارس شكون هما مازال ما رهيش بينه ولكن في القائمة الموسعة أهم شيء وأهم استدعاء صراحة استدعاء القندوسي اللي هو يلعب في مصر والأهل المصري راح يسترجع هذا اللاعب لأنه تألق صراحة في الدور المصري ولاعب راه يقدم في مستوى رائع ومستوى جيد جدا أنا واحد من الناس يمتعني هذا اللاعب لعب رائع صعب إمكانيات كبيرة نتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله تعطاله الفرصة لأنه يستحق الفرصة باش يثبت هل هو يستحق المكانه في المنتخب الجزائري أو لا أنا نشوفه عنده مكانه ويقدر يتألق إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق للقندوسي في مشواره وإن شاء الله نشوفه يقدم مواسم رائعة وجيدة جدا أيضا أمر مهم جدا أنه بحكم فلاديمير بيتكوفيتش درب في بوردو من قبل وعلاقته جيدة مع ياسين عدلي وتكلم عليه أيضا حتى في الندوة الصحفية وقال أعرف هذا اللاعب هو لعب موهبة ولعب جيد بنسبة كبيرة أنه ياسين عدلي رح يكون متواجد في القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري لأنه أمر جيد نشوفه هذا اللاعب موجود رو يتألق مع نادي ميلان يقدم في موسم رائع لعب فنان بأتم معنى الكلمة رح يقدم إضافة حقيقية في المنتخب الجزائري إن شاء الله نتمنىوله كل التوفيق لأنك يجي صراحة رح ينسينا في معاناة مع آدم زرقان ومع رام الزروقي عدلي لعب فنان ومكتمل بأتم معنى الكلمة هجوميا جيد دفاعيا جيد لاعب دكي لاعب صلب حتى في إيطاليا يلقبوه ويشبهو ببيرلو عش ما أنت يشبوك ببيرلو يعني أنك وزنك ثقيل جدا فوق الميدان نتمنىوله كل التوفيق إن شاء الله وكذلك رفق قيطون متواجد في القائمة الموسعة اللي هو لاعب رعا متألق في الدوري البرتغالي من بين أفضل اللاعبين هذا الموسم في الدوري البرتغالي يقدم في موسم ولا أرواح لعب رائع جدا هذا اللاعب مزيج بين اثنين لعبين عدنا في المنتخب الجزائري مزيج بين بالليلي كتشوفه يجري بالكرة يعني تشوف بالليلي وحركاته ومهاراته وفنياته وحتى لمسته رياض محرز مزيج بين بالليلي ومحرز يعطينا رفيق قيطان لاعب رائع جدا وصاحب موهبة كبيرة قدم يسرية قاتلة عنده يسجل أهداف يصنع أهداف ما شاء الله ليه يعني صراحة بالنسبة لمحرز أو آدم والناس أو حتى لبدر الدين بو عناني رح يكون عندهم منافس شرس جدا وقوي جدا اللي هو رفيق قيطان على المنصب كأساسي في المنتخب الجزائري أيضا حاج موسى اللي هو آنيس حاج موسى لاعب رائع جدا لاعب فنان لاعب تيكنيسيا خطير جدا تقريبا يلعب نفس المنصب كما يلعب رفيق قيطان إن شاء الله رح نشوفه في القائمة الموسعة هذا اللاعب ما شاء الله ليه صغير في السن إمكانيات كبيرة لاعب رائع جدا تبني إليه حاضر المنتخب الجزائري ومستقبل المنتخب الجزائري نتمنوا لهم كل التوفيق هذا اللاعبين وما تنساوش تعطونا رأيكم وتعليقاتكم على هذا اللاعبين اللي رأنا نتكلموا لهم وأيضا بنسبة كبيرة جدا أنه ياسين إبراهيمي رح يكون متواجد في القائمة الموسعة وكان متواجد من قبل مع جمال بالماضي في القائمة الموسعة أيضا أمير سعيود رح يكون متواجد في القائمة الموسعة وراء متواجد فيها إن شاء الله ممكن نشوفه فلاديمير بيتكوفيت يستدعي أمير سعيود لأنه نشوف أنه هذا اللاعب يستحق التواجد في المنتخب الجزائري بدون أي عاطفة ما تقول ليش رويه لعب في السعودية وبطولة ضعيفة أولى الأخر في قطار وبطولة ضعيفة لأنه كرة القدم أثبتت أنه قيمة اللاعب ليس بأين يلعب بقيمة اللاعب وش عنده في رجله لأنه في كاس إفريقيا لعبنا مع منتخب موريطانيا لعبينهم يلعبوا في الدرجة الثالثة والرابعة في إسبانيا وتألقوا في زولينا وقدموا مباريات جيدة كرة القدم على الورق شيء وعلى أرضية الميدان شيء مختلف تماما أمير سعيود لعب فنان تيكنيسيا ورائع جدا أنا بعد تألقه في كاس العرب مع المنتخب الجزائري كنت نتوقع أنه بالماضي رح يستدعيه ويعتمد عليه في المنتخب الجزائري ولكن للأسف ما فهمتش هل بالماضي رؤيتهم مختلفة نظرتهم مختلفة الله أعلم أعلاش من السدع عش أمير سعيود لحد الساعة علامة استفهم وما فهمتش إبراهيمي كان ناس نقول لك أكبر في السن ولكن اللاعب كتشوفوا حاليا كيفاش رويلاب في فورمة كبيرة جدا حتى ولو يجيبوا المدرب يقدر يعتمد عليه فالشوط الثاني لعب حاسم في مباريات تكون من الغيرة عندك إبراهيمي يصنع لك الفارق بمرواغاته بفنياته بتوغولاته لعب مهم جدا صراحة على كل حال نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري وما تنسوش أنتو ما تعطونا رايكم شكونوا ما اللاعبين شوفوهم اللي يستحقوا أن المدرب يستدعيهم للمنتخب الجزائري